مساء الخيرة عليك يا أمير كل التحية لك وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان طبعا مبروك لك يا أمير ومبروك لكل جماهير النادي الأهلي ولكن طبعا يا أمير زي ما تعودنا في النادي الأهلي وزي ما كابتن محمود الخطيب قال للعبت النادي الأهلي احنا خلاص بنقفل للإنجاز وبنبص البكرة وبكرة بتاعنا ده بطولة جديدة وحياة جديدة ومنافسة جديدة طيب فاروق عايزة أتكلم معك بخصوص مران اليوم وهو مران الأخير قبل مرة الغد وأبرز ملامح هذا المران يعني حطنا في الأجواء كده أعربك من الصورة والأجواء يا أمير النهاردة حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لتدريب الفريق وأنه يتابع للتدريب واجتمع مع اللاعبين قبل التدريب ورسائل كتير يعني أعتقد النهاردة وجود أن الكابتن محمود الخطيب يكون موجود في التدريب ده أكبر رسالة للعبين أن إحنا كالنادي الأهلي مش طموحنا فقط دور أبطال إفريقيا لا إحنا طموحنا دايما المزيد من البطولات كابتن محمود الخطيب كان ليه كلمة مهمة جدا أهلة للعبين قال لهم قدرنا في النادي الأهلي أن الإنجاز والفرحة ما بيأخذوش مننا وقت كتير في الفرحة عشان إحنا النادي الأهلي وعشان أن اللي جاي بيبقى تحدي أكبر وبيبقى بكرة بتاعنا في النادي الأهلي بطولة جديدة وحياة جديدة ده كان كلام الكابتن محمود الخطيب للعبين طبعا شكر للعبين على مشوار البطولة وعلى التتويج بالبطولة الأفريقية أثنى على اللعبين وهنا اللعبين لكن قال لهم دايما بإحنا بنبص البكرة ونشوف البكرة بيقوله زي ما كلمنا أمير على زيارة الكابتن محمود الخطيب وتواجده الرسائل الكتير خلينا يعني أكلمك أكتر بقى بشكل فني عن المران النهاردة وأطمينك على حالة لعبة النادي الأهلي النهاردة تقدر تقول إن شاء الله لقاء الغد هيشهد الظهور الأول لطاير محمد طاير بدر بنون أكرم توفيق ناصر مير صلاح محسن محمود اللعبين اللي النهاردة مستر بيتسو موسماني كان في الشق الفني والتجيز لمبارات الاتحاد طبعا مستر بيتسو موسماني كان يتكلم مع اللعبين على أهمية هذا اللقاء وطموحنا جديد لبطولة كأس مصر أكيد بطولة مهمة جدا يعني الجميع بيسعى أنه دمها داخل بطولات النادي الأهلي النقطة المهمة أيضا تانية أمير إن خلاص يعني لعبة النادي الأهلي خلاص أنهت الفرحة أنهت الاحتفال الجميع بيركز خلاص في المرحلة القادمة بدءا من مبارات الاتحاد في دور نصف نهاية الكأس مصر وأيضا مبارات كأس السوبر الفريقي أمام فريق نهض بركان الحالة الفنية والحالة البدنية يعني عايز أقول لك يعني اللي ظهر عليها النهاردة طهر محمد طاهر وبدر بنون طهر وبستر بيتسو مسماني طهر محمد طهر إحنا كنا عارفين أنه عنده إصابة في العضلة الأمامية هل اللعب شفيا تماما من هذه الإصابة أصبح جاهز طبيا وبدانيا للمشاركة في مبارات الغد وبقول لك يا أمير طهر محمد طهر أصبح جاهز فنيا ومشاركته إن طهر موجود خلاص في قيمة النادي الأهلي اللي تم إعلانها عقب المران طهر محمد طهر موجود والنهاردة كان مستر بيتسو مسماني بعض التوظيف بيجرب طهر محمد طهر في مركز رأس الحربة وأيضا مركز الجناحين طهر محمد طهر جاهز فنيا تتبقى نقطة مشاركته هي تغضع لي الرؤية الفنية لمستر بيتسو مسماني أيضا ناصر ماهر النهاردة عايز أسألك على القيمة يا فاروق بقى بما أن القيمة طلعت دي أهم شيء دلوقتي يقول لنا القيمة ونكمل أخبارنا أقول لك القيمة يا مستر بيتسو مسماني أعلن قيمة بتضم 22 لا بتضم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شبير لحراسة المرمى ياسر إبراهيم ورامي ربيعة محمود وحيد وأيمن أشرف علي معلول محمد هاني بدر بنون العربي بدر وعمر السلية حمدي فتحي أكرم توفيق ناصر ماهر جيرالدو حسين الشحات محمد مجدي أفشة طاهر محمد طاهر مروان محسن وصلاح محسن ومحمود عبد المنعم قيمة يا ميرزا ما احنا استعرضنا قلنا قيمة بتضم 22 لاعب استعين بهم مستر بيتسو مسماني لهذا اللقاء زي ما قلت لك يعني بإذن الله يبقى الزور الأول لبدر بنون وأنا من النقاط المهمة جدا أمير برضو اللي عايز من خلالك إن احنا نصلت الدوع عليها بدر بنون وطاهر محمد طاهر ما تحسش إن اللعيبة غريبة على النادي الأهلي يعني الدور الكبير جدا اللي بيعابه طبعا لعبة النادي الأهلي وإحنا دايما نعرفين إن النادي الأهلي وقيمة النادي الأهلي وقيمة كبات النادي الأهلي بدر بنون تحس إنه مولود في ملعبة تيتش طاهر محمد طاهر مش غريب على النادي الأهلي اللعيبة في التعامل في الأثناء التأسيمة أو التعامل مع اللعبين يعني ما تحسش إن الصفقات دي صفقات جديدة على النادي الأهلي لا دا لعبة متربية داخل ملعبة تيتش ودي النقطة اللي دايما بنقول عليها إن هي بتسهل على أي لعيب قادم للنادي الأهلي عملية الألفة والاحتواء اللي ببقى بين اللعبين وإن شاء الله دي هتكون عنوان النجاح لكتير من الصفقات للنادي الأهلي أبرمى في الوقت الأخير طيب فيما تعلق بمساحات كورونا يا فاروق إيه آخر التطورات بخصوص المسحة الأخيرة بالنسبة للفريق وخصوصا بعد إعلان القايمة في شكل رسمي فأكيد تم الإعلان عن اللعبين اللي في القايمة فدول بالتالي يعني سلبية عينتهم قلنا التفاصيل بخصوص الجزائية دي تحديدا بالضبط يا أمير كان الفريق للنادي الأهلي بالأمس كان أجرأ أجرأ مسحة لكن يعني سوتوا أسلبية المسحة بالتام للعابة للنادي الأهلي أيضا يعني خلال فترة قادمة وليت سليماني يكون موجود أليو ديانجا يكون موجود لكن أنا أقول لك سلبية مسحة لعابة للنادي الأهلي والنهاردة اللعبين كلها موجود يعني كان بعض الأقوين والإشعاعات اللي بتصاري أمير لكن كل لعابة للنادي الأهلي النهاردة كلهم موجودين في قائمة اللقاء يضم قايمة بدوم 22 لعب سلبية المسحة بالنسبة لجميع اللاعبين أيضا خلال الفترة القادمة سيبدأ بقى يستعيد بعض أوراقه سواء وليد سليمان واللعب بالزبط إن شاء الله بإذن الله يا فاروق أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الوافية بالعديد من الأخبار الخاصة بالفرقية الأول لقرارة القدم من نادي الأهلي